اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه اقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية على وخاصة للعملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه إجراء إعلان لتعين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطع التعليم اعتماد حافزا إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين ضم تخصصات بالأسنان والإعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالي عرض أبرز مستهدفات مشروع معزنة العام المالي 2022-2023 والتي تسعى إلى خفض العجز الكلية إلى نحو 6.3% من الناتج المحلية والاستمرار في تحقيق فائد أولي قدره 1.5% من الناتج المحلية وخفض نسبة تأدين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلية وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية موجها سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكانة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكانة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب كذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي وزياد 5% عن المستهدف حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخبة في هذا الصدد بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات موجها سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار فضلا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركية ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخرا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي والتي أظهرت انخفاضا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50% حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة مايكانات وحوكمة منظومة الجمارك فضلا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركية موجها سيادته بالمتابعة الدقيقة للتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء هاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة الناصر للكيمويات الوسيطة والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضماضات الطبية وقد اطلع السيد الرئيس على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع الضماضات الطبية عالية الجودة وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة وذلك للمساهمة في تعطية الاحتياجات المحلية ذات الصلاة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الانتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صنعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع المهم وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر اشتركوا في القناة